أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد تكلمنا على القرعة تكلمنا على الفرق وانت وجهة نظرك طبعا هي هتبقى بطولة قوية جدا جدا من خلال القرعة كمان كان فيه اختيارات بالنسبة للتحاد الأوروبي باختيار أنشلوتي كمدير أفضل مدير فني في أوروبا وكذلك كريم بنزمة كأفضل لاعب في أوروبا للمسلم المنقضية طبعا مستحقل ده ومستحقل ده أنشلوتي يعرف يعني يعمل من الفيسيخ شرباط زي ما بيقولوا السنة اللي فاتت أه كان موفق في وقت كبير من الموسم ولكن يعني بغض النظر عن أي شيء وبغض النظر عن السيناريوهات التوفيق مفيش فرقة بتاخد شامبيونز ليج على وجه التحديد وهي في كل الأوقات محظوظة يعني في وقت من الماتشات أه ممكن تكون محظوظة ممكن تتكرر في ماتش واثنين وثلاثة واربعة ولكن مش هتكسب منشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرما وليفربول في النهائي وانت بس محظوظ لأ كان عنده حاجة بيفكر فيها الاستقرار والحفاظ على غرفة الملابس وإخراج أفضل نسخة من كل لاعب هذه الأسرار اللي خلت أنشلوتي يعني يحقق اللي حقق والسنة اللي فات لأنه لما تدخل مثلا بجناح زي فينيسيوس من أقصى اليسار لأقصى اليمين يعني بيتنقل من أقصى السخرية وأقصى التهكم وأقصى الناس بتقول يا ده كان هنا في رونالدو تخيل بقى في فينيسيوس لأفضل جناح يعتبر في مركزه على مستوى أوروبا إذا كنا بنكلم على صلاح جناح يمين بدون منازع فينيسيوس السنة اللي فاتت هو أفضل جناح أيسر وبيسجل الهدف الختام في الشامبينز وبسام في عشر أهداف كاملين في مشوار نامادي في الشامبينز أعتقد استغلال لعب زي بالفيردي توهج بنزيمة الاستثناء السنة اللي فاتت وحسموا لكل ماتشاط ريال مدريد تقريبا كل الماتشاط كان بيحسمها ستايل ميسي وكريستيان رونالدو وصلاح عمل أبغريد لنفسه في الكرة الأوروبية السنة اللي فاتت فأعتقد أنشلوتي بيستحقها رغم أنه ما غيرش خطط كتير ما عملش يعني تاكتك كتير طول الموسم ولكن عرف يعمل التاكتك اللي يخلي ريال مدريد حتى الآن والراجل اللي قدامنا في الصورة ده عام الموسم يعني استثنائي بالنسبة له مش استثنائي على مستوى الأداء لكن على مستوى التواهج على مستوى التهديف على مستوى الأسست على كل المستويات شايف أن الخطوة دي بحصوله على أفضل لعب في أوروبا هي الخطوة المهمة للحصول على البالندور السنة دي كأفضل لعب في العالم يعني أي شيء أي حاجة غير أن بنزيمة أخذ البالندور السنة دي واخد كل الألقاب الفردية أي حاجة عندها أفضل يعني يبقى أخذار لأن كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم بدون منازع وبدون حتى ما حد يقرب له ودي مرحلة حتى ما وصل يعني يعني من بعد ميسي ورونالدو محدش وصل ونحن نتكلم عنه بالطريقة دي حتى بغض النظر عن الألقاب لأنه كريم بنزيمة اللي عمله يا كابتن غير الغير بس لأنه أفضل لاعب في العالم ففكرة أنه يرجع من بعيد قوي كده يعني فكرة أن أنا يعني طول الوقت لما مستوى يقل بيقل في ماتشين ثلاثة وبعدين أعمل ماتشين ثلاثة كويسين أعمل عشرة كويسين فيتقل أن أنا لعب أداء مستمر ولكن أن أنا أنتقل برضو من محالة محبطة جدا على مدار سبع أو تمن مواسم لأن أنا أكون أفضل لاعب في العالم دي محتاجة جهد شخص كبير خصوصا في ظل مشكلته مع منتخب فرنسا اللي طلعته منتخب فرنسا ست سنين خسر في أنه يكون بطل العالم في 2018 يعني ده أنا أضيف لما سيرته كل دي حاجات ومشكلات شخصية تعرض لها كريم بن زيمة مشكلته مع مورينيو أول لما جاي في ريال مدريد مشاكله الكتيرة مع رونالدو المشاكل الكتيرة اللي كانت بتتقال عن كونه في ظل رونالدو عن الضغط رونالدو بعدين لما رونالدو نفسه يمشي والموضوع يلقى على عاطقك ويتقال لك أنت اللي هتقود ريال مدريد فتقوده أول سنة اللقب الشامبينز تاني سنة تصل لحاد ده آخر الأمطار مع عطلتكم مدريد وتخسر اللي جاب فرق نقطتين فقط لغير وتالت سنة تكسب كل حاجة دوري أبطال أوروبا وسوبر أوروبي وسوبر أسباني كل أنوع البطولات بتكسبها كل البطولات اللي دخلها للمدريد السنة اللي فتكسبها معادة كاس مالك أسبانيا دوقتي بحقق خمسة من ستة بقيله كاس العامل الأندية وبقى بحقق العالمة الكاملة للبطولات اللي دخلها بخلاف كاس مالك أسبانيا فكريم بن زيمة كورة وغير كورة يعني كورة وشخصية أتكلم على موضوع الشخصية والتحديات الكبيرة اللي قدر يتخلص منها خلال ضغوط أنه أنت دلوقتي خلاص رونالدو مش ورينها نفسك بمعنى صحيح مش سهلة ميسي رونالدو نفسهم سقطوا في الفخ ده يعني ميسي رونالدو أول لما تعرضوا الإحباط في مسارتهم اللي اتنين نزلوا الدرجة سنة كريم بن زيمة عمل العكس كريم بن زيمة طالع من تحت وعلي على الاتنين فده شيء يعني عكس مثلا نجوم الصف الأول محمد صلاح كليان نمبابي نيمار لا أنا دلوقتي في زروة مسارتي جسمي معلش جسمي حاضر مش عند 34 ولا 35 سنة أنا 29 سنة 30 سنة 27 سنة 28 سنة 23 سنة أنا جسمي مساعدني فأنا عائلي دايما مش دي المرحلة اللي تختبر في اللعب يا كابتن المرحلة اللي تختبر في اللعب لما يبتدي ينزل الكيرف كله نازل واللي انتقادات عليه وكله عايزه يمشي والناس بقيت تقول بقى مرونالدو يمشي وبن زيمة دا اللي يقعد على إنه عاها أو على إنه عال على الفريق نسكن تتكلم إزاي بن زيمة يلعب في نادي كبير زي ريال مدريد يعني الناس كانت بتتريع على بن زيمة لفترات طويلة جدا فأنت بتتكلم كل الضغوط داية وكل المشاكل دي قدر يطلع منها وكمان على الجانب الفني راجل لا أرقام غير طبعية لما يتكلم أنه خلاص على أواشك يكون تاني هدفين ريال مدريد على مدار التاريخ هو تاني الهدفين بالفعل على مستوى الليجة هو تاني الهدفين على مستوى الشامبينز الليجة على ما إن لم تخن الزاكرة أرقام مرعبة وكل دا حققه في يعني 90% منه في آخر ثلاث سنين بس فانه يعمل دا هو عنده 33 و35 سنة في ظل مشكلات كتيرة جدا في ظل مثلا فيروس كورونا وحالة اقتصادية متردية عنا منها ريال مدريد ما عرفش يجب صفقات السنة اللي فاتت وحطى صفقاته السنة دي روديجر واتشوامينيه مش صفقات تدعمه هجوم فيلقى على عاتقه الحمل الهجومي كله الفريق بحجم ريال مدريد وينجح فيه وينجح فيه قدام كل كبار أوروبا دا شيء مش سهل على وجه الإطلاق تذكر السنة اللي فاتت الشهر البنزيمة تصابه ريال مريكا نفقد الليجة امريكا نفقد الليجة وتعثر في أكتر من ماتش أول ما رجع أول ما رجع يجب جون في أتليتك بالبياء وكسبهم لالسوش داد دا بيعمله دايما يعني بيرجع على طول من الإصابة يكسب فدي حاجات ما شفناش غير مع ميسي ورونالدو وبنزيمة في الوقت الحالي صراحة في لفل كورا يعني عالي جدا 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 والاستمرارية والحفاظ على نفسه كل دي حاجات بتخليه فيه أفضل لقاء في العالم بدون مونيزا شكرا